قراءات جديدة في صحافة الخرطوم التي صدرت صباحا هذا اليوم الخميس التسع والعشرين من ديسمبر للعام عشرين اتنين وعشرين البداية كما العادة بأبرز العناوين في إصدار جديدة من بيلبونت العريض أهلا بكم نبدأ هذه الجولة مع صحيفة أخبار اليوم وجدي صالح أتوقع تنصل العسكريين عن التوقيع النهائي ومباشرة إلى سودان تريبيون محتجون من البيجا يقلقون طريق بورسودان الخرطوم وفيها أيضا مقاومة الخرطوم تعلن عن مليونية الثورة مستمرة وإلى الصيحة جامعة الخرطوم ترفض تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب المستوى الأول وجريمة قتل تهز الخرطوم جثة في شوال وأخرى بوسط العربي هذا الخبر في صحيفة الانتباه أما اليوم التالي المشاركون في ورشة الصمق العربي يدعون لإجازة استراتيجية الصمق العربي للعام عشرين 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 ثلاثين وفي الرياضة لهذا اليوم الهلال والمريخ يكملانا الجاهزية للقاء اليوم بعد الفاصل القصير نعود للقراءة التحليلية مع ضيفنا داخل الأستوديو الأستاذ بخاري بشير تفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد ورحب بداي في داخل الأستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بخاري بشير أهلا ومرحبا بك ونهارك سعيد مرحبا بك أستاذ معزة ومرحبا بالمشاهدة أينما كان أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بخير وأنت بخير وكل العاملين بالغناء وبالبرامج وكل الشعب السوداني بألف خير أهلا وسهلا ومرحبا ومباشرة إلى أخبار اليوم التي نبدأ بها هذه الجولة التحليلية وفيها وجد صالح أتوقع تنص للعسكريين عن التوقيع النهائي على الإطاري في تفاصيل الخبر توقع القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي وجد صالح تنص للقادة العسكريين من التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري وأن رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان ينوي بالتراجع قال صالح خلال مقابلة أجلتها معه دارفور 24 أن البرهان يسعى عبر هذا الاتفاق إلى تفكيك تحالف الحرية والتغيير المتماسك وهذا ما حدث وأضاف سيتنصل البرهان على الاتفاق كما تنصل سابقا وسيعود التحالف للشارع ليجد أن الثقة قد اهتزت ولحين استعادتها يستطيع أن يحكم منفردا لفترة طويلة هذه خطته أساذ بخاري بشير كان هذا هو حديث وجد صالح كيف تقرأ هذا الحديث وهو حاليا وجه اتهام مباشر بأن العسكر سيتنصلون عن هذا الاتفاق الإطاري طالما إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق النهائي أنا في اعتقادي أنه حديث أنه اتهام العسكر بالتنصل هو غير صحيح لسبب أنه إذا تم هذا التنصل هو لا يسمى تنصل وإنما يكون بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه الاتفاق الإطاري والمعارضة الكبيرة التي يجدها هذا الاتفاق منذ التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر الجاري كل القوى السياسية هي بما يقرب لي مع طرف هذا الاتفاق باعتباره أنه معاقلة قليلة من الأحزاب هي كلها سلاسة أحزاب وحركة مسلحة وبعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام ولا يمثلون نسبة كبيرة في الشارع السياسي السوداني إذا تم تراجع البرهانة والعسكريين عن التوقيع النهائي أنا أعتقد يكون بسبب هذا الضغط وحينها لا يسمى تنصلا كما ذكرت سيد وجل صالح نعم إذن ما هي الجهاد أو من هي الجهاد التي تمثل أو تشكل ضغط كبير على المكون العسكري حتى يوافق على التوقيع النهائي وإشمال كافة الأحزاب السياسية تحت لواء هذا الاتفاق الإطاري هم الآن الطرفين إذا كان العسكر أو الموقعين على الاتفاق الإطاري يزعون لتوسعة المشاركين ولكن داخل المجموعة التي وقعت على هذا الاتفاق هناك خلافات جوهرية هناك البعض يتحدث أن أطراف الاتفاق الإطاري محددة مسبقا ولا يمكن لأي جئة أن تنضم لهذا الاتفاق وأن تجري عليه تعديلات إنما تأتي لتبصم على كل ما تم الاتفاق عليه هذا رأي داخل المجموعة الموقعة وهناك رأي آخر يقول أن الإطاري مفتوح للجميع وينبغي على الآخرين الانضمام إليه وإبداء آراهم فيه هذا الخلافة في تغدير بين الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق لن يقود إلى حلول منطقية وتهدئة في الساحة السياسية وإنما قد يقود إلى مزيد من الانقسام والتشظي مثلا الناطق الرسمي باسم الحلول والتغيير الأستاذ جعفر حسن يتحدث عن أن هذا الاتفاق مغلق ولا يمكن أن يغرق أو يتم إغراغه بالمزيد من الأعضاء ويتحدث أن هناك أطراف عديدة في الساحة السياسية هي أصلا غير مغبول لها وغير مسموح لها بالدخول في الاتفاق الإطاري بينما نجد أن الواسغة البريير وهو قيادي كبير في الحرية والتغيير يرى خلاف ذلك ويقول أن الاتفاق مفتوح للآخرين حتى الآن لم نستمع لرأي عسكري واضح فيما يخص الاتفاق وفيما يلي بقية الأطراف في الساحة السياسية فقط هناك تصريحات تأتي من الحرية والتغيير المجلس المركزي وهي تصريحات متباينة وفيها اختلافات واضحة ما يدل على أن هذا الاتفاق لا يقف على أرضية صلبة وربما الأيام القليلة القادمة يحدث اختراق في الساحة بإما تنضم أطراف عديدة لهذا الاتفاق أو يرفض جملة ويبتدي أو تبتدي الأطراف السياسية في حلول أخرى ومبادرات أخرى أنا في اعتقادي أن الجانب العسكري كما أنت سألت من هو الأجهة التي تضغط على الجانب العسكري هو المجتمع الدولي المجتمع الدولي هو الآن الذي يضغط لتكملة تفاصيل هذا الاتفاق للاتهامات العديدة التي طالت الاتفاق بأنه أصلا هو معد من جهات أجنبية لأنه يقوم على أساس دستور تسيرية المحامين وكما تعلم ذلك الدستور تم كتابته وتم إسناده من قوة خارجية وقوة أجنبية هي الآن التي تدفع باتجاه تكملة خطوات الاتفاق الإطاري في حين أن الساحة لا تتقبل هذا وهناك أطراف عديدة الآن هي ترفض هذا الاتفاق إذا قسمنا الساحة السياسية إلى مجموعات هناك ثلاثة مجموعات رئيسة ترفض هذا الاتفاق ومجموعة واحدة فقط هي التي تقف إلى جانب الاتفاق نعم يعني طرفاء الاتفاق الأبرز هم الحرية والتغيير والمكوين العسكري وبعض الأحزاب التي بدأت تباعا تنضوي تحت لواء هذا الاتفاق الإطاري مثل هذه التصريحات التي تخرج من وجه صالح وهو عضو البارس في حرية والتغيير هل هذا يدل على أن هناك خلافا عميقا بين المكوين العسكري والحرية والتغيير؟ هو الخلافات الآن ليست محصورة فقط بين المكوين العسكري والتغيير لأن هذا يسير في مسارات المبادرات المطروحة يعني منذ قيام السورة ليس هناك توافق بين المكوين العسكري وبين الحرية والتغيير الآن ما يجب أن أتحدث عنه الخلافات داخل الحرية والتقيير نفسها وليس المكون العسكري الاتفاق أصهر عدد من الخلافات داخل المكونات بداية خرج حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يمثل وج صالح عن هذا الاتفاق وخرج أيضا عن تحالف الحرية والتغيير حدث خلاف داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بغيادة السيد محمد عشمان المرغني والخلاف بدى واضح في تيارين يقود أي واحد منهما أحد أبناء المرغني تيار مع الاتفاق وتيار رافض الاتفاق أيضا لم نلبس كثيرا حتى حدث خلاف داخل حزب المؤتمر السوداني وأصبحت هناك تيارات واضحة داخل هذا الحزب وهناك حديث أيضا متفرقة حول حزب الأمة الآن هو ينضوي للاتفاق الإطاري ويقوده جناح الأمانة العامة وهناك تيارات وأجنحة أخرى لا تتفق مع هذا الاتفاق نستطيع أن نجمل الغول بأن الاتفاق الإطاري أسهم إلى حد كبير في إيجاد أو ميلاد أو إنتاج خلافات داخل هذه الأحزاب وبالتأكيد أن خلافات الأحزاب ستنتقل للتحالف بشكله الكبير هناك مجموعة الحزب الشيوعي ومجموعة الشباب ولجان المقاومة هي رفض الاتفاق منذ البداية وهي الآن تقود المليونيات والحراك في الشارع أنا أعتقد أن هذا الرفض الكبير للاتفاق سيقود إلى تعميق الخلافات بين الأطراف وحديث وجدي بأن سيدة البرهاني يريد أن يشق أو يقسم قوى الحرية والتغير حتى أنه عندما ترجع إلى الشارع لن تجد القبول في الشارع السوداني هي لم تجد القبول ليس منذ حديث وجي ولا حتى بعد أن ينجح البرهان إذا قدر له أن يقسم هذه الأحزاب الخلاف الموجود ما بين الشارع وقوى الحرية والتغير هو خلاف قديم وليس جديد يعني هذا الشارع أصبح الآن لا تمثل قوى الحرية والتغير الشارع الآن باحتراف السيد فولكر بيرتس نفسه في حواره مع قناة الحرة قال أن هذا الشارع لا يسق في الموقعين على اتفاق الحرية والتغير أو على الاتفاق الإطاري ما يعني أن الشارع أصبح الآن لا يمثل قوى الحرية والتغير هناك أيضاً تيار عريض داخل الشارع يرفض هذا الاتفاق تمثل كتلة نداء السودان بجانب الكتلة اليسارية التي يقودها الحزب الشرعي ورجان المقاومة كل هذا الشارع لا يمثل الحرية والتغير الآن الحرية والتغير أصبحت مجموعة أحزاب أقلية تسيطر على الاتفاق الإطاري ومن أسف إنها هي تقف على الباب يعني لتسمح لمن يدخل ولمن لا يدخل فأنا لا أعتقد أن الساحة السياسية ستمضي نحو المزيد من الاستقرار في ظل هذه التعقلات نعم نتمنى أن يتوافق الجميع لمصلحة السودان نتحول إلى خبر آخر في سودان تريبيون وفيها محتجون من البيجا يقلقون طريق بور سودان الخرطوم في تفاصيل الخبر أقلق محتجون في شرق السودان أمس طريقاً حيوياً يربط ولاية البحر الأحمر بالعاصمة الخرطوم احتجاجاً على إعلان النيابة مقرر مجلس البيجا عبدالله أفشار متهماً هارباً فيما قرر الأخير تسليم نفسه للشرطة وقال بيان أصدره المسؤول السياسي في مجلس البيجا السيد علي أبو آمنة نعلن وقفة احتجاجية إقلاقاً للطريق القومي بالإقليم عن منطقة الشاحنات استنكاراً لذلك كاشفاً عن تظيم موكب لمقر النيابة العامة بولاية البحر الأحمر للاعتراض على ما بدر منها لكن عبدالله أفشار أبلغ عن احتزامه تسليم نفسه للنيابة اليوم الخميس كما أعلن فتح الطريق المقلق وقال قرر المجلس الأعلى للنظرات البيجا أن أسلم نفسي اليوم إلى أقرب قسم الشرطة في بورسودان وكشف عن استجابة المحتجين لطلب قيادات المجلس بفتح الطريق بين الخرطوم وبورسودان وأضاف الهدف من البلاغ هو الإرهاب والتهديد والتشهير وإسكات الناس عن التطرق لمظالم التاريخية في شرق السودان وتابع إعلان النيابة تحدث أو تحدث عن هروبي ومحاولة إخفاء نفسي وهذا غير صحيح يعني أولاً رأيك في هذا الإعلان إعلان أبشار متهم هارب من قبل النيابة العامة بمدينة بورسودان ثلاثة البحر الأحمر طبعاً هو إعلان النيابة العامة نتج عن بلاغات بلاغات نعم بالتأكيد وهي نيابة المعلوماتية ما يعني أن البلاغ فحواه وأساسه يقوم على تصريحات أو أحاديث مصورة لسيد عبدالله وبشار وهو لم يكن لوحده يعني البلاغات أيضاً شملت دكتور عمر القراج صحيح مدير المناهج الأسبق وبناء على ذلك أصدرت النيابة هذا الإعلان وأنا في اعتقادي أن النيابة إذا لم تجد يعني مسوقاً واضحاً أن هذا الشخص حاول أنه يخفي نفسه أو على الأقل لا يحضر ويمسل أمام النيابة هي لا تتجه إلى الإعلان عبر الصحوة أو عبر غسائل الإعلام إجراء النيابة لا أحد يستطيع أن يتحدث عن صحة من عدمها وينبقي على المتهم في مثل هذه الحالات أن يمسل ويكمل بقية الإجراءات القانونية إذا كان هذا البلاء لم يقم على أساس قوي وبين واضحة يطلق صراحه بالضمانة المعروفة ويقدم لمحكمة والقضاء يأخذ إجراءه الذي يتخذ هو معروف عن الغضاء السوداني إنه قضاء النزيه ويعمل وفق خطوات معروفة الخبر ما ورد فيه والغريب فيه والخطأ الكبير هو خطأ مجلس البيع عندما يغلق طريق قومي نتيجة لهذا الفعل من النيابة يعني مثلاً إذا أي إنسان وجهت النيابة إليه اتهامات وطالبته بالمسؤول إليها يقوم بإغلاق الطريق يعني العام أو يقوم بإطلاف ممتلكات الشعب أنا لا أعتقد أن هذا التصرف تصرف سليم وإنما بدر بسبب ضعف السلطة المركزية وتساهل في العديد من الإجراءات وهو لم يأتي بانفراغ يعني قد سبق لذات هذا الجسم أنه أغلق طريق برسودان وتضرر شعب السلطة هو البعض يعتقد أنه وسيلة ضغط للحكومة حتى هي تتنازل وتلفز مطالبهم لكن قانونياً هذا الأمر خطأ كبير ويعني هو يعيق المسطحة القومية المسطحة العامة كذلك نعم هو بالتأكيد هو يعني يخالف القانون وهو في الحقيقة هو فعلاً وسيلة ضغط وغالباً أو أدخل إلى الساحة بعض السياسيين يمارسون بها ضغوط على المركز لتنفيذ بعض المطالب وهي لم تكن لوحدها يعني فقط إغلاغ الطرق وإنما هناك دعوات انفصالية ودعوات لحمل السلاح يعني دعوات عديدة تغزيها يعني جهات أجنبية وجهات خالجية هي لا تريد استغراراً في السودان ولكن الضعف دائماً يأتي من السلطة المركزية بأنها تتهاون في إنفاز الغانون كل هذه الأمور هي ممنوعة بالغانون فأنت كسلطة عندما تتهاون في استخدام القانون يعني يسير المواطن في الخطأ ويتمادى فيه أو بعض الجهات السياسية وتتمادى في الخطأ دون أن تجد رادعاً وحسيباً من السلطة المركزية وأنا في تقديري هذا مرد لأن السلطة فقدت عيبتها منذ وقت الطويل ويعني أصبح ما يحدث الآن هو مجرد اجتهادات من بعض الأجهزة سواء كانت أمنية أو مدنية نعم لكن يعني مثل هذه التصرفات هي تعتبر تصرفات أحادية ألا تؤثر بصورة عامة أن كل من لديه مطلب يقوم بإقلاق الشوارع وكذلك بتحطيل المصلحة العامة والغريب في الأمر أن الحكومة تتحرك متأخراً دائماً في الرد على هذه التصرفات أو حتى في حل الإشكالية الأساسية التي تم من أجلها إغلاق الطريق فدائماً مشكلة الشرق كان هناك تباطؤ وتواطؤ في حلها لذلك يلجأ مواطن شرق السودان إلى إغلاق الطريق العام وهم يدركون تماماً أهمية هذا الطريق نعم يعني كل إنسان يمارس ضغوط على السلطات القائمة هو بالتأكيد لديه مطالب ولديه قضية سوى أن كان هذا الإنسان هو إنسان الشرق باعتبار أنه قضية سياسية بتعقيدات كبيرة جداً أو سوى أن كانت هذه المطالب مطالب يعني مطلبية معروفة لزيادة الحقوق مثل ما يحدث من بعض الاتحادات والنقابات بإعلان الإضراب وغيره يعني كما رأينا في مجال التعليم في مجال الصحة نعم كل هذه مطالب الحكومة المركزية إذا أرادت أن هذه الضغوط لا تحدث بهذا الشكل الكبير المؤثر على شكل الحياة العامة في السودان هي ينبقي أن تراجح هذه المطالب وأن تفي بالعديد منها لأنها في غالب مطالب مشروع نتحول إلى شعن آخر في أورادته وكالات الأنباء المختلفة مقاومة الخرطوم تعلن عن مليونية الثورة مستمرة في تفاصيل الخبر أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم عن مليونية التسع والعشرين من ديسمبر المتجهة إلى شارع المطار تحت مسمى الثورة مستمرة وقالت مقاومة الخرطوم إن المليونية تأتي دعما للرفاق خلف القطبان وتمسكت التنسيقيات باستمرار الحراك الجماهيري الثوري لإسقاط الإنقلاب إلى الآن تتواصل التظاهرات كل التظاهرات تخرج تحت مسمى معين هذه المرة هي بعنوان الثورة ما زالت مستمرة لأن هناك بعض الحديث وهناك بعض الأرى بأن الثورة قد سرقت وأن مطالبها لم تحقق إلى الآن ومن فقدناهم للأسف الشديد ضاعت دماؤهم هدرا نعم بالتأكيد أن الشباب الثوري في الشارع يرى التعقيدات الماثلة في الساحة السياسية وأن هذه المجموعة الآن التي تقود الاتفاق الإطاري من قوى الحرية والتغيير أصبحت لا تمثل هذا الشارع ولذلك الشارع لا زال الآن في اعتقادي أنه متمسك بلا آت السلاسل السابقة أنه لا تفاوض ولا شراكة وأن الهدف الرئيسي لهذه المجموعات أنه هي إسقاط الانقلاب وتكملة الانتقال في سلطة مدنية كاملة فقط أنا أعيب على الشباب الثوري أنه لم يحدد آليات هذا الانتقال كيف تكون وحتى أن هناك دعوات مختلفة للشباب أنه يكون أجسام سياسية حتى هم يتحدثوا في مطالبهم الرئيسة ويمثلوا هذا الشارع الآن هناك بعض الإغراءات قدمت لهم من قوى الحرية التغيير بأنه يعلنوا أو يسموا رئيس وزراء للفترة القادمة من لجان المقاومة وهناك أيضا دعوات تتحدث عن أن هؤلاء الشباب ينبغي أن يؤسس منهم المجلس التشريعي المتوقع والمقرر له فيما بعد الاتفاق كل هذه الإشارات أنا في رأيي هي مجرد إغراءات لهؤلاء الشباب وحتى لإغناعهم أنه لوقف هذا الاحتجاج المستمر وأنا في اعتقادي أنه لن يحدث تهديئة في مسألة الشارع ما لم هؤلاء الشباب أنفسهم هم يمثلوا القوى المفاوضة للعسكر وأن تنزوي هذه الأحزاب التي سطط على الصورة كما يظن الشباب استمرار المسيرات والمليونيات برغم محدودية العدد فيها هي لم تكن بالزقمة القديمة والسابق ولكن هذا الاستمرار في حد ذاته يمثل صداع مستمر للسلطات ويمثل أيضا صداع مستمر بالنسبة لقوى الحرية والتغيير التي دائما تتحدث عن أن هؤلاء الشباب نحن نمثلهم وهي تكشفت الحقائق للجميع إنهم ليس لهم أي وجود في الشارع نعم سابقا كان هناك جسم أبرز هو تجمع المهنين السودانين هو مكان يقود هذا الحراكة الثوري في الشارع كل العناصر التي كانت تشكل هذا التنظيم الثوري الكبير هي اختفت عن الساحة البعض يعتقد بأن هؤلاء الشباب ليس لديهم من يقودهم في الشارع وليس لديهم من يضع لهم النقاط التي يفترض أن يطالب بها لذلك تخرج المليونيات فقط وتتوزح في الشوارع وتعود إلى المنازل دون تحقيق أي مطالب نعم هو تجمع المهنيين لعب دورا رئيسيا في تفجر السورة في العام 2019 وكان له وجود كبير في ذلك الوقت ولكن لأن القيادة في تجمع المهنيين في ذلك الزمان كانت قيادة أفقية ولجلت هناك قيادة مركزية لهذا الجسم أيضا ما تحدث عنه الإعلام في ذلك الوقت هو ضخم هذا الجسم بشكل كبير لذلك لم ينجح في الاستمرار طيلة السنوات الأربعة المنصرمة وأصبحت بعض غياداته تنزوي عن المشهد رويدا رويدا إلى أن اختفت هذه الغيادات بشكل شبحي كامل الآن أنا في اعتقادي هناك حديث كان يقول أن الحزب الشيوعي السوداني يستقل بعض هذه الواجهات ويدخل بعض كواديره لقيادة هذا النشاط وأنا أعتقد أن هذه المعلومة وإن كانت أشبه بالشايعات في ذلك الوقت لكن الآن غياب تجمع المهنيين بشكل كامل عما يحدث في الساحة هي دليل على أنه كان للحزب الشيوعي وجود عبر هذه اللافتات العريضة سواء كانت لجان مقاومة أو تجمع مهنيين أو نقابات مهنية محددة ومعروف عن الشيوعيين قدرتهم الكبيرة جدا على إدارة العمل الجماعيري ونجحوا في ذلك الوقت ونجحت ثورة الشباب وكان هناك انفعال كبير بمطلوبات الثورة وحاجات كل مطالبة ولكن الآن أصبح هذا التراجع الكبير ما يحدث الآن من خروج هو لبعض الشباب الذين فقدوا أعزاء كانوا بينهم وكما ذكرت أنت في مليونية اليوم هي تتحدث عن الموقوفين خلف الغضان ما يعني أن هناك عديد المعتقلين من الشباب هم موقوفين وهذه المليونية جاءت لهذا السبب أنا أعتقد أنه على الشباب ينبغي أنه يشكلوا جسم ليتحدث بشكل مباشر باسمهم وليفاوضهم بلسانهم ولا يفاوضوا أي جسم أي أن كان حتى إذا غانت الفريو التغيير نفسها نعم يومان فقط وينقضي هذا العام عشرين اثنين وعشرين بكل ما حمل من خيبات ونجاحات متوازية لكن ما هو مستقبل السودان السياسي وخصوصا مع بداية العام الجديد الكل يمنى النفس بأن يكون هناك استقرار تشكل الحكومة المدنية كل الأشياء تصبح واضحة لكن أيضا هناك توجس من المشهد السياسي بصورة عامة في العام القادم نعم المشهد السياسي عندما تقرأه بكل الزوايا لا تجد درجة من درجات التفاعل دائما يسيطر على المشهد التشاؤم لأن هذه الأحزاب والحركات المسلحة التي وقعت على السلام وكل الفاعلين في الساحة السياسية الآن تكاد مسألة الحكمة تقيب عن عينهم ولا نكاد نجد على امتداد الأحزاب السياسية من يمثل شكل عقلاني أو حكيم زمانه في أن هذه البلاد لا تنحدر لما هو أسوأ من ذلك طبعا خلال السنوات الأربع الماضية أصبح هناك انهيار كامل في المسألة الاقتصادية والآن المواطن يعاني معاناة كبيرة الخوف الآن يتردد حول أنه يحدث انهيار أمن كامل أو تنحدر البلاد إلى حرب أهلية والاشتباكات لأن كل الأسباب متوفرة الآن ما لم يعقل السياسيين ويتناقشوا ويجلسوا زي ما يقولوا على الأرض ويقبلوا ويتنازلوا ويقبل كل طرف بالآخر لا أعتقد أنه السنة المقبلة ستكون فيها المزيد من التفاعل نعم حفظ الله البلاد بعد الفاصل نعود من جديد في قراءات أخرى في بيلبونت العريض ابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد ونواصل في بيلبونت العريض وإلى صحيفة الصيحة جامعة الخرطوم ترفض تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب المستوى الأول في تفاصيل الخبر قالت جامعة الخرطوم ما أن الرسوم الدراسية التي أقرتها اللجنة العليا لطلاب المستوى الأول ستظل كما هي دون تخفيض وتجيء تصريحات الجامعة في سياق أزمة تعم الجامعات السودانية الحكومية اعتراضا على رسوم التسجيل للطلاب الجدد والزيادات التي طرأت على ذات الرسم بنسبة للطلاب القدامى وأنذر بيان صادر عن الجامعة طلاب الجدد بأن آخر موعد للتسجيل هو نهاية العام الجاري أستاذ بخاري مرحبا بك مرة ثانية ويعني قرار جامعة الخرطوم بالإبقاء على الرسوم كما هي دون تنازل برغم من اعتراضات الطلاب برغم من توقف عن الدراسة لكن الحال لم يتغير نعم هناك أزمة حقيقية الآن بين الطلاب في بعض الجامعات الحكومية أيضا أضف لها جامعة السودان هي نفس القرار في جامعة السودان هناك زيادات كبيرة طرأت على رسوم الدراسة ورسوم التسجيل بالنسبة للجامعات الحكومية وهذا أنا في اعتقادي هي المرة الأولى التي ترتفع فيها هذه الرسوم لأن في السابق كانت الرسوم العالية جدا في الجامعات الخاصة وكما تعلم أيضا في التعليم العادي تعليم الأساس والسانوي والمتوسط أيضا التعليم في المدارس الخاصة زادت الرسوم بشكل كبير وشكل مريع وفي الجامعات الخاصة لذلك لم يكن الاحتجاج كبير كان الاحتجاج من أولياء الأمور على فترات متقطعة الآن دخول هذه المسألة للجامعات الحكومية هو الأمر الجديد الذي جعل الطلاب يتوقفون أو يعلنون احتجاجات معلنة أو يسعون لإعلان إضراب أو خلافه هذا يهدد العملية التعليمية في البلاد بشكل كامل طبعا الجامعات الحكومية سعت لزيادة الرسوم لأنه أصلا التمويل ودعمها من الحكومة بالتأكيد يكون ضعيف لذلك لعلاج هذه المسألة علاج جزري بالنسبة للجامعات الحكومية ينبغي لوزارة المالية أن تقف بشكل كبير مع التعليم العالي وتوفر الاحتياجات اللازمة والتمويل اللازم والمزيانات المطلوبة لهذه الجامعات في السابق كانت الجامعات السودانية معروفة أن الطالب يدرس مجانا إلى أن يتخرج وبكامل نفقاته في سكنه ويعاشته ودراسته وكل احتياجاته العلمية التي يحتاجها خلال هذه المسيرة وبل لأكثر من ذلك شهدنا في فترات سابقة الجامعات الحكومية حتى تبتعس الطلاب لنيل درجات الماجستير والدكتورة خارج البلاد وتنفق عليهم كل هذا الآن الطلاب لا يطالبون بهذا إنما يطالبون بأن لا تفرض عليهم رسوم عالية بالشكل الذي هو الآن وأنا أعتقد أن هذه المزألة إذا لم تتدخل فيها الحكومة بشكل سريع ستؤدي لإنهيارات لأن أصل التعليم هو الآن منهار بسبب أولئ أسباب عديدة وهناك أضحة موجات عالية جدا من الأسر والطلاب يغاجروا خارج السودان بحثا عن الاستغرار وعن الظروف الأمثل للدراسة أنا أفتكر أن ما يحدث الآن في جامعة الخرطوم وجامعة السودان يحتاج لتدخل مباشر من وزارة التعليم العالي ووزارة المال نعم حاليا أصبحت المشكلة واضحة هناك إشكالية في الجامعات الحكومية وأيضا مشكلة كبرى في المدارس الحكومية حاليا كل المعلمين في المدارس الحكومية في إضراب الدراسة المتوقفة تماما بالرغم من إعلان لوزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفترة الأولى ستكون يوم الخامس عشر من يناير المقبل أي بعد خمسة عشر يوم فقط لكن الدراسة متوقفة بسبب مطالبات المعلمين بتعديل الهيكل الراتبي إلى الآن ليس هناك أي استجابة يعني لماذا لا تتحرك الحكومة التعليم أمر مهم وأمر حساس جدا إذن لماذا الحكومة وكذلك وزارة المالية تتعامل مع هذه القضية الحساسة والمهمة بهذا التجاهل نعم هي قضايا التعليم يعني لا تنفك عن بقايا أو بقية قضايا البلاد نعم الانهيار السياسي وعدم الاستقرار الماتل يعني إن عكس على جوانب عديدة جدا من بينها جانب الاقتصادي من بينها الخدمات التعليمية خدمات الصحة الاستقرار العام بالنسبة للأسر في أوضاعهم وتوفير الفزاماتهم كل هذا سبب لعدم الاستقرار السياسي العلاج أنا في تقديري ليس هو الاتجاه نحو المدارس الخاصة أو الجامعات بشكل مباشر وإن كانت تحتاج لحلول آنية عاجلة أنا في تقديري الحل الأمثل هو تحقيق قدر من الاستقرار السياسي في هذه البلاد لينعكس بعد ذلك على بقية القطاعات وبقية الجوانب الآن البلاد تعيش في أسوأ يعني فترات تاريخة خلال هذه السنوات الأربح التي أعقبت الثورة هناك انهيار في كل المرافق انهيار في كل الخدمات انهيار حتى على مستوى الأمن بين الناس أنا في اعتقادي انه ينبقي أن تكون الحلول حلول مركزية بإيجاد حل سياسي في أقرب وقت ممكن نعم نتمنى ذلك لأن التعليم عملية مهمة جدا يحتاج إليها الجميع نتحول إلى شعن آخر وهو يخص الأمن في الانتباهات جريمة قتل تهز الخرطوم جثة في شوال وأخرى بوسط العربي في تفاصيل الخبر شهد موقف جاكسون بالعاصمة السودانية الخرطوم جريمتين قتل يوم الأربعاء وفقا لتقارير صحفية فإن الشرطة هرعت إلى موقع الحادثة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحسب ما تداول شهود العيان في مواقع التواصل الاجتماعي فإن الشرطة وجدت جثة داخل جوال أمام جسر الحرية في موقف جاكسون بالخرطوم والأخرى في وسط السوق العربي ولم يصدر أو يصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا حول الحادثة حتى هذه اللحظة إذن أستاذ بخاري تنامي لجرائم وظاهر القتل بصورة مخيفة جدا هذا ما ظهر للإعلان وهناك جرائم لا ندري عنها لأنها لم تنشر لوسائط التواصل الاجتماعي إذن حالا من السيول الأمنية تعيشها الخرطوم وسترعب كبير جدا من كل السكان في العاصمة نعم بالرجوع إلى إحصاء الجرائم التي حدثت في الأيام الماضية أو جرائم الغتلة البسعة التي شهدتها الخرطوم توضح هذه الإحصائية إن هناك سيولة أمنية كبيرة جدا وكأنما لا وجود للأجهزة الأمنية والشرطية لحفظ الأمن في البلاد هناك في السابعة الماضية حدثت جريمة بوري وحدثت جريمة قتل المغنية في بحري وحدثت جريمة أخرى في الطائف هي تاجر طبلية تم زبحه بطريقة بشعة والآن كما ذكرت في الخبر جريمة الموقف جاكسون والسوق العربي كل هذه الجرائم جريمتان في يوم واحد نعم كل هذه الجرائم اكتشفتان صباح الأربعة هي إنعكاس طبيعي لما يجري في البلاد الآن هي مزألة بتاعت الطراب في كل شيء وأصبح المواطن الآن لا يأمن على نفسه وهو يسير في طرقات الخرطوم سواء كان بالليل أو بالنهار يعني لا يسلم من اعتداء لا يسلم من عمليات سرقة عن طريق تزعى طويلة كل هذه الجرائم تحدث في شوارع الخرطوم ويستقل الجنات بعض الظروف التي تحيط بالضحية في ذلك الوقت المطلوب الآن بعد هذا التنامي وهذا الازديادة الكبير المطلوب هو وقف صلبة من الشرطة وهي رسالة نبسها لسيد وزيرة الداخلية بأن الشرطة ينبغي أن لا تنتظر الحلول السياسية ينبغي أن تنفذ القانون وتكون يض باطشة جدا وضاربة أو كار الإجرام صحيح هناك حملات كبيرة جدا تقوم بها الشرطة وحملات منعية استطاعت أن تلغي الغبض على عدد من عتاة المجرمين ولكن هذا وحده لا يكفي الشرطة محتاجة لتكثيف وجوده أكثر في شوارع الخرطوم على امتدادات أحياء نعلم أن الخرطوم الآن امتدت وتوسعت بشكل كبير جدا ولكن هذا لا يمنع أن الشرطة تفعل وجودها في هذه المناطق حتى لو كان عبر تحريك الدوليات المتحركة وتفعيل أرقام النجدة المتعارف عليها لأن هناك بعض الشكاوى حتى في حدوث جرائم أو الإبلاغ عنها لا تحضر عربات النجدة في الوقت الكافي حتى بعض الاتصال به الشرطة محتاجة لتنشيط هذه الإجراءات مجددا ولإشعار هذا المواطن بأن الأمن موجود ومتوفر طبعا الأمن أكثر شيء المواطن يشعر به ويحسه وهو أمر صحيح لا تنظر إليه ولكن بإنبساط الحال وعدم وجود جرائم إن تبتطمئين لأن هذا الأمن منبسط الآن ما نعيشه في الخرطوم هو واقع مأساوي في عدد من المجالات والأمن هو ليس استثناء من التراجع الذي حدث بالبلال نعم هل للضايق الاقتصادي أو عموما الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلال هل هي جزء من هذه الإشكالية التي تحدث أو هي الطرف في هذا التفلت الأمني؟ نعم هي أصلا مسألة الأمن مرتبط ارتباط وسيق بالضايقة الاقتصادية والمعيشية يعني التي جعلت هناك انهيار كبير في الجانب الاقتصادي تدني مستوى الدخول إلى درجة بعيدة يعني تنامي ظواهر البطالة وعدد كبير من الشباب لا يجدون عملا بالتأكيد هذا الإنسان عندما لا يجد التزامات الرئيسة هو يفكر تفكير آخر نعم أسهل وسيلة للكذب هي السرقة أسهل وسيلة هي السرقة والبطش والنهب وكذا وغير كذا هناك كمان الجهات المنظمة عندما يحدث هذا الانفراض الكبير يعني تأتي عصابات منظمة لترويج المخدرات والخلاف وأيضا شهدنا في الفترة السابقة ضبضيات كبيرة جدا لمهربي مخدرات يعني مثلا جماري في مطار القرطوم قبل أسبوعين أو يزيد قليلا ألغط الغبض على أحد المجرمين الذين يعملون في مافيا مخدرات دولية وهو أجنب الجنسية كان يريد إدخال ثلاثة مليون حبة كبتاجون إلى السودان فكل هذه الجرائم عندها أصيلة مع بعضها صحيح سبب الانهيار الاقتصادي سبب السيول الأمنية الحادثة سبب أيضا عدم الردع من الجهات والسلطات القائمة وإنفاز قوة الغانون يعني أنت كدولة يجب أن تتعامل بقوة رادعة مع هؤلاء المجرمين حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم الكبيرة التي أوشكت أن تضيع هذه البلاد في آخر محور في هذا الملف السياسي على ذكرى المخدرات وانتشارها بصورة كبيرة جدا حاليا بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي هم أطلقوا هاشتاك يحمل الحق ولدك يعني انتشار مخيف جدا للمخدرات وسط الشباب وكذلك الشابات أغلب هذه الجرائم التي كانت تحت تأثير المخدر أو الهدف منها الحصول على المال للحصول على المخدر نفسه إذن ما هي الرشدة التي يقدمها أستاذ بخاري بشير للمختصين في دائرة مكافحة المخدرات لوزارة الداخلية ولشباب السودان عموما بالتأكيد أنه مزالت انتشار المخدرات خلال العوام الماضية في السودان لها أسباب عديدة من ضمن هذه الأسباب كما ذكرنا هو التساهل الذي يحدث من قمة الدولة ومن الصلفة تجاه المتعاملين في هذه التجارة الحرام يعني هناك ضبديات كثيرة جدا تؤكد أنه الذي أدخل إلى البلاد ليس بالشيء القليل ما يتوجب كذلك على المجتمع ممثلا في الأسرة أنه يزيد مسألة مراجعة الأبناء وتفحصهم ومتابعتهم وتفقد حتى مطلوباتهم أن لا تترك الشباب هكذا دون رعاية أيضا هذه مسألة مهمة جدا الآن السودان بسبب التراجع الكبير الذي حدث لا تجد ما يسد فرق هؤلاء الشباب وهناك طاقة عالية جدا لديهم يعني ليست هناك النوادي المطلوبة ليست هناك المراكز الشبابية المختلفة حتى ليس هناك وظائف نعم وتفشي البطالة كل هذا يؤدي إلى أنهم ينجروا نحو هذا الباب ونتمنى أن الأسر تكون أكثر حرصا في متابعة أبناء ونتمنى كذلك أن الدولة ممثلة في السلطات المختلفة إنها تولي هذا الأمر اهتماما زائدا حتى يعني يتراجع هذا الأمر المخيف بين الشباب نعم نتمنى ذلك حفظ الله شباب السودان نتحول إلى الملفة الاقتصادي في صحيفة اليوم التالي المشاركون في ورشة الصمق العربي يدعونا لإجازة استراتيجية الصمق العربي للعام 2020 و2030 في تفاصيل الخبر طالب المشاركون في ورشة الصمق العربي الراهن ومجاهبة التحديات التي نظمها مجلس الصمق العربي بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقييس بقاعة المواصفات بالإسراع بإجازة استراتيجية الصمق العربي والأصماغ الطبيعية للعام 2020 و2030 الموجودة حاليا لدى درأسة الجمهورية ووضع برنامج عمل تنفيذي لها بالإضافة لاهتمام بإنتاج وتوسيق والتسويق الصمق العربي وتوفير التمويل للمنتجين والاهتمام بجودة ومواصفات الصمق بما يضمن له المنافسة عالميا حاليا هناك مطالبة بإجازة الاستراتيجية للصمق العربي الصمق العربي واحد من السلع الاستراتيجية التي يحتمد عليها السودان اقتصاديا نعم الصمق العربي هو أصلا متواجد بالسودان والسودان يحوز فيه على المصيبة الأكبر عالميا ويعود بعوائد كبيرة جدا من النقدة الأجنبي للخزينة العامة ومعروف هو من المحاصيل النقدية الفورية ويستخدم في استخدامات عديدة جدا تطلب الدول المتقدمة لأنه يدخل في صناعات الأدوية المختلفة المشروبات المختلفة صحيح والحلويات مضيئة من ذلك هو مطلوب ومرغوب أنا في اعتقالي أن الورشة كان ينبغي أن تكون ضمن هذه الاستراتيجية العشرية للصمق العربي مسألة منع تحريبه الآن الصمق العربي يتعرض لأكبر عملية تحريب في تاريخ السودان صحيح حتى أن هذا التحريب بعض الدول الجارة للسودان تتصدر كميات كبيرة من الصمق العربي ولا توجد بها أشجار الأشعاب المنتجة للصمق العربي ويصدر بإسم هذه الدول نعم هذا دليل على أن هناك تهريب كبير يتم لهذه السلعة أنا أتمنى أن الاستراتيجية تتضمن مسائل منعية لتهريب الصمق العربي بالإضافة إلى ما ذكر يعني من أنه تحسين جودته حتى ينافس في السوق العالمي ونتمنى أنه كذلك هذه الاستراتيجية العشرية تشمل زيادة غيمة مضافة في هذا المنتج لأنه الآن السودان يصدر السمق العربي في شكل خام وإذا أدخل في مجالات تصنيعية مختلفة هو يأتي بعوائد أضعاف أضعاف العائد الراهن مثلا إذا غامت بعض الجهات بصناعة بدرة من هذا الصمق العوائد تكون ضخمة جدا يعني نحن عندنا الصناعات متوفرة ولكن للأسف الدولة في أعلى غمتها هي توافق على التصدير بشكل الخام وهذا خطأ كبير أكيد نتمنى الأمن والسلام للسودان ونتحول إلى آخر ملف وهو الرياضي وفيه الهلال والمريخ يقملان الجاهزية للقاء اليوم في تفاصيل الخبر أكمل فريقاء الهلال والمريخ استعدادهما لمواجهة اليوم بين الفريقين في الدول السوداني الممتاز ووقع حامل اللقب الهلال في فخة عادل الإيجابي أمام نادي كوبر في آخر جولة وهتزز شباكي ثلاث مرات وقبلها انهزم أمام الأهل الخرطوم بثنائية ويعول الفريق على القوة الهجومية بعد أن أوضع رمواتو 35 هدفا في شباك المنافسي متفوقا باثني عشر هدفا عن أقرب منافسي بقيادة ليليبو بالإضافة إلى الوطنيين ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن وكان مجلس إدارة نادي الهلال دفع بمذكرة ساخنة يحذر فيها الاتحاد السوداني لكرة القدم مما أسماه بإنحياز التحكيم أطرف الآخر في المقابلة نادي المريخ يمر بفترة تصاعد في المستوى مع مدربه البرزيلي هيرو ريكاردو الفريق الأحمر حقق نتائج جيدة وفاز في مبارته الأخيرة واقترب من المركز الأول مستغلا تعثر المتصدر الهلال هجوم الأحمر كان نقطة ضعف كبيرة في مباريات السابقة واكتفى مهاجموه بتسجيل 18 هدف وهو ما يقارب نصف عدد أهداف مهاجمي الهلال الندرة التهديفية في الفرقة الحمراء قابلها استبسال دفاعي ولم تهتز شباك فريق سوى في سبع منافسات لينال لقب أفضل خط دفاع إذن القمة اليوم بين الهلال والمريخ وتوقعاتك لهذه القمة وما هو المطلوب حتى يستفيد الفريقان من المباراة الكبيرة بينهم مساء اليوم وهم يستعدوا للمنافسة الإفريقية في الأشهر القادمة طبعا دائما مباريات القمة السودانية بين الهلال والمريخ التوقعات فيها صعبة ولكن هناك قياس لبعض المعطيات استطاع فريق الهلال أنه يكمل استعداده عن طريق المعسكر في فندق الجوهر الزرغاء نعم ويعني أكمل كل المطلوب ويقود كذلك يعني مدرد ما عرف عنه يعني وضع الخطط اللازمة نعم هذه المباراة الهلال يقود من داخل ملعب نعم وأيضا في ذلك ميزة أخرى وفي البال أنه الهلال خسر في آخر لقاءة مع المريخ صحيح لذلك سيجتفد لتحقيق فوز مساء اليوم وبالجانب الآخر المريخ حسب المعطيات في الكرات أو المورات السابقة أصهر مستوى متغدد نعم وهذا ما يخشاه الهلال صحيح لذلك جاء حديث مجلس الإدارة بإصدار بيان حول التحكيم وأنه لا بد أن يكون بشكل جيد خلال هذه المباراة على العموم يعني جمهور أو عشاق الكرة يتوقع اليوم مباراة يعني شيقة وقوية نعم أكيد نحن وصلنا إلى ختام هذا المشهر شكرا جزيلا لك أستاذ بخاري بشير شكرا لك وشكرا للمشاهدة شكرا لك هي قمة أكيد ملتهبة اليوم بين الأحمر والأزرق إذن من يتفوق أم ستنام أم درمان هادئة إذا كانت تعادلية ختام بالبونط العريض تحيات فريق العوال وتحياتي إلى لقاء تحياتي إلى أين ملتهبة اليوم بين الأسر يعني البيوتر تحياتي إلى أين ملتهبة اليوم بين الأحمر والأسرق